بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين اللهم صلى الله عليه وسلم قال ثانيها أن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره النائين رحمه الله وكان الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات المباركة الآية الأولى كانت قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقلنا أن تقريب الاستدلال بهذه الآيات يتم بوجهين وكنا نتكلم في الوجه الأول وهو الاستدلال وقالوا بها على أساسي مفهوم الشرط الموجود في أو الذي تدل عليه الآية المباركة وقد سجلت عدة اعتراضات وإشكالات على الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية المباركة وقد تكلمنا أو وصل كلامنا إلى الاعتراض الثاني الذي كان يقول بأن عموم التعليل في الآية المباركة في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة عموم التعليل يلغي ظهور الآية المباركة في المفهوم وقد رد هذا الاعتراض بوجوه كان الوجه الأول منها الذي ذكرناه في الدرس الماضي هو التخصيص أن المفهوم مخصص لعموم التعليل الوارد في الآية وصلت بناء النوبة إلى الرد الثاني على هذه الاشكالية أو هذا الاشكال وهو ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه حيث ذهب المحقق النائيني إلى أن المفهوم الذي تدل عليه الآية المباركة هو حاكم على التعليل الوارد في نفس هذه الآية لماذا؟ لأن المفهوم كما ذكرنا في تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط يدل على حجية خبر العادل ومذهب المحقق النائيني أو رأي المحقق النائيني رحمة الله عليه في الحجية هو جعل الطريقية بمعنى أن الشارع سبحانه وتعالى يجعل الظن علما تعبدا طبعا جعل تعبدي بأن يجعل الظن علم يعني أن الشارع حينما يجعل الحجية إلى طريق من الطرق فمعناه أنه يجعل الظن الحاصل من هذا الطريق علما هذا هو مسلك جعل الطريقية الذي مر بنا مرارا وتكرارا وبناء على هذا الكلام إن قلنا أن المفهوم دال على حجية خبر العادل والحجية معناها جعل الظن علما فإن المفهوم سيكون حاكما على التعليل باعتبار أن التعليل يقول أن تصيبوا قوما بجهالة أي بجهل على التفسير الأول أي بجهل والحال أن خبر العادل يفيد العلم تعبدا فيكون ذلك مخرجا له مخرجا له عن موضوع التعليل لأن التعليل إنما يقول أن تصيبوا قوما بجهالة يعني أن تتصرفوا مع قوم على ضوء جهل وإن كان التعبير مجازي أو على أساس وضعوا للعلم وليس للجهل على أساس الجهل والمفهوم يقول أن خبر العادل علم فهنا يكون حاكم هذا المفهوم حاكما على مدلول التعليل لأن التصرف على أساس خبر العادل لا يكون تصرفا على أساس الجهل بل يكون تصرفا على أساس العلم وإن كان هذا العلم علما تعبديا بمعنى أن الشارع حينما قال أن تصيبوا قوما بجهالة أي أن تتصرفوا معهم على أساس الجهل هذا الجهل يشمل عدة مصاديق يعني سواء كان الإنسان شاكا أو كان لديه خبر جاءه خبر واحد أو ما شابه ذلك سواء جاء خبر واحد أو لم يأتي خبر واحد المفهوم يأتي ويقول أن خبر العادل علم كأن المفهوم هكذا يقول بناء على ثبوت المفهوم يقول أن خبر العادل علم فإذا أثبت أو جعل الظن الحاصل من خبر العادل علما سيخرج هذا الخبر عن التعليل أو عن مفاد التعليل كما هو واضح ولكن السيد الشهيد هنا يشكل على هذا الكلام حيث يقول أن هذا المبنى أو هذا الرد من المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه مبتني على مبنى جعل الطريقية وجعل الطريقية بمعنى جعل الظن علما فإذا كان مفاد المفهوم يعني لو ثبت المفهوم في الآية المباركة وكان مفاده جعل الطريقية لخبر العادل بمعنى جعل الظن المستفاد منه علما فهذا يعني أن التعليل الوارد في الآية المباركة أن تصيب قوما بجهالتين يعني بمعنى السلب الحجي أو يعني هكذا المنطوق الآية المباركة لنقول منطوق الآية نحن نتعامل بين المفهوم والمنطوق إذا كان المفهوم هو جعل الطريقية أي جعل الظن المستفاد من خبر العادل علما إذا كان هذا هو مفاد المفهوم يكون مفاد المنطوق الذي يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يكون مفاده ماذا هو سلب الحجية سلب الحجية عن خبر الفاسق بمعنى بمعنى عدم جعل خبر الفاسق علما طيب إذا كان هذا هو مفاد منطوق طبعا على أساس ما استفدناه من المفهوم يعني نحن نبدأ من المفهوم محقق النائين يقول أن المفهوم يدل على جعل الطريقية أي جعل الظن علما فإنه سيكون المنطوق في الآية المباركة التي تقول إن جاءكم فاسق فتبينوا يدل على عدم جعل الحجية لخبر الفاسق بمعنى عدم جعله علما عدم جعله علما هذا بناء على مسلك المحقق النائين طيب جاء التعليل التعليل يقول أن تصيبوا قوما بجهالة جاء التعليل يقول ليعمم ليوسع من مفاد المنطوق وذكرنا هذه النكتة سابقا أن التعليل قد يستفاد منه ماذا؟ توسعت الحكم المعلل توسعت موضوع الحكم المعلل يعني كما نقول لا تأكل الرمان لأنه حامض فهنا لأنه حامض يعم كل ما هو حامض إذا كان مثلا كما لو قال الطبيب لشخص مصاب بالسعال قال له لا تأكل الرمان لأنه حامض نفهم من قوله لأنه حامض أن هذا الحكم ليس فقط للرمان وإنما لكل حامض فيشمل مثلا الليمون وغيره من الحامضات الخل وغيره هنا أيضا إذا كان المنطوق عبارة عن سلب الحجية أي سلب الطريقية عن خبر الفاسق هنا التعليل يأتي ويعمم هذا الحكم يقول أن تصيبوا قوما بجهالة أي يعممه إلى كل طريق لا يفيد العلم لأن التعليل صرح بالجهالة بالجهل يعني فإذا كان المحذور من العمل بخبر الفاسق هو إصابة القوم بالجهالة فإن هذا يعم إلى كل خبر لا يفيد العلم كل طريق لا يفيد العلم ومعنى التعميم هو تعميم سلب الحجية إذا كان معنى المنطوق هو سلب الحجية عن خبر الفاسق فإن التعليل يفيد تعميم سلب الحجية تعميم الحكم الوارد في يعني الحكم المعلل الحكم المعلل هو السلب الحجية عن خبر الفاسق وعلى مبنى النائين هو عدم جعلها أو عدم جعل خبر الفاسق علما يأتي التعليل ويعمم هذا الحكم يعني يعمم سلب الحجية عن كل طريق أو عن كل خبر لا يفيد العلم أي أنه يقول أن كل خبر لا يفيد العلم فهو ليس بعلم تعبدان عمم الحكم على كل خبر لا يفيد العلم وبناء على هذا يكون مفاد التعليل على طبق مفاد المفهوم كما أن المفهوم يريد أن يثبت الحجية بمعنى جعل الظن علما فإن التعليل يريد أن ينفي الحجية بمعنى عدم جعل الأخبار أو الظن المستفاد من الأخبار غير العلمية عدم جعلها علما فهنا لا معنى لحكومة أحدهما على الآخر فإن قوله أن تصيبوا قوما بجهالتين غير ناظر إلى نفس الجهل وإنما يقصد يعني بناء على مستك المحقق النائني إنما يقصد سلب الحجية عن الخبر غير العلمي أي عدم جعله علما قال ثانيهما أن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائين رحمه الله وذلك لأن مفاد حجية خبر العادل عفوا وذلك لأن مفاده يعني مفاد المفهوم حجية خبر العادل وحجيته يعني حجية خبر العادل معناها على مسلك جعل الطريقية اعتباره يعني اعتبار الظن المستفاد منه علما والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم أن تصيبوا قوما بجهالة أي بجهل فباعتبار خبر العادل علما يخرج خبر العادل عن موضوع التعليل بعد أن يصبح خبر العادل ليس بجهل وإنما يصبح علم بجعل الشارع تعبدا وهو معنى كون المفهوم حاكما يعني أن المفهوم أخرج خبر العادل عن موضوع التعليل وهو الجهالة أو الجاهل ويريد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما هذا على مسلك جعل الطريقية فمفاد المنطوق يعني نفس الجملة الشرطية التي هي المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق يعني نفي اعتباره علما وعليه في التعليل تعليل قلنا جاء لتوسعة الحكم الوارد في المعلل وعليه فالتعليل يكون ناظرا إلى توسع الدائرة هذا النفي لأن هذا هو الحكم الوارد في المعلل نفي كون خبر الفاسق علما وتعميمه تعميم النفي على كل ما لا يكون علميا يعني كل خبر لا يفيد العلم فهو ليس بعلم تعبدا فكأن التعليل يقول إن أن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره يعني الشارع يقول لا أعتبره علما وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة لأن أحدهما يثبت العلمية لشيء والآخر يسلب العلمية عن مجموع أشياء أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما والآخر ينفي هذا الاعتبار عن مطلق الخبر الذي لا يفيد العلم الوجداني ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر فلا يصبح المفهوم هنا مخرجا لخبر العادل عن موضوع التعليل نعم هذا هو جواب المحقق النائيني والإشكال عليه الجواب الثالث على هذه الإشكالية هو ما ذكره المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه صاحب الكفاية حيث قال أن هذا الإشكال أو هذا الاعتراض مبني على تفسير الجهالة الوارد في التعليل بالجهل يعني أن تصيبوا قوما بجهالة أي بجهل يعني تتصرفوا معهم على أساس جهل لا على أساس علم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يقول المحقق الخراساني يقول لا أن المراد ليس هو الجهل من الجهالة وإنما يراد بالجهالة أي السفاهة السفاهة يعني أن تصيبوا قوما بجهالة معناه أن تصيبوا قوما بسفاهة بسفه ومعلوم أن السفاهة في مقابل الحكمة نقول هذا حكيم أو هذا عاقل ومقابله يكون السفيه فالحكيم أو العاقل هو من يضع الشيء في موضعه من يضع الشيء في موضعه ويكون السفيه ماذا هو من لا يضع الشيء في موضعه يعني من نتيجة من لا يحسن التصرف لا يحسن التصرف فإذا قلنا أن الجهالة الواردة في التعليل هو بمعنى السفاهة يعني أن تصيبوا قوما بسفاهتين فإن السفاهة لا تشمل العمل بخبر العادل لأن العمل على طبق خبر العادل لا يكون سفاهة لا يكون جعلا للشيء في غير محله بل أن العمل بخبر العادل هو جعل للشيء في محله كل من يعمل بخبر العادل لا يكون قد عمل أو تصرف بسفاهة وبناء على هذا لا يكون التعليل شاملا لخبر العادل فلا يعارض المفهوم الذي يدل على ماذا على حجية خبر العادل فقال ثالثها ما ذكره المحقق الخراساني أرحمه الله من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم ليست بمعنى الجهل بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن يعني جعل الشيء في غير موضعه الذي يعمل بخبر الفاسق هذا تصرفه يكون سفهيا سفيها لماذا لأنه جعل الشيء في غير موضعه خبر الفاسق تريد أن تقول الآية ليس من شأنه أن يعمل به وأن يرتب عليه الأثر فلا يشمل خبر العادل في الثقه لماذا؟ لأن العمل به لا يكون سفاهة لا يكون جعل للشيء في غير موضعه لأنه ليس سفاهة يعني لأن العمل على أساسه ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزين إلى هنا نكون قد انتهينا من الوجه الأول وهو الاستدلال بالآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على أساس مفهوم الشرط الوجه الثاني ذكرنا في بداية الاستدلال أن هناك وجهان للاستدلال بالآية المباركة الوجه الثاني هو الاستدلال بمفهوم الوصف بمفهوم الوصف الآية ماذا قالت؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني ماذا؟ يعني المقصود إن جاءكم مخبر فاسق بنبأ فتبينوا مخبر فاسق لكن الآية المباركة حذفت الموصوف موجود في اللواء العربية أنه يحذف الموصوف ويجعل الوصف مقامه وهذا ما يسمى باللقب اللقب يعني أن يلقب الشخص بصفة من صفاته أو تقوم صفة من صفاته مقامه وهذا مستعمل في اللغة العربية يقال كثيرا يعني عن أشخاص أو في عرفنا يعني يقال كثيرا عن أشخاص أي أنه يعوّب عن التعبير عنه عن اسمه بصفة بارزة فيه مثلا يقال الأصلع أو يقال الأعرج أو يقال الأحول أو يقال الطبيب أو يقال الشاعر أو ما شابه ذلك الوهم أنه صفة من صفاته تقوم مقام في الدلالة تقوم مقام اسمه مثلا فهنا في الآية المباركة الآية تريد أن تقول إن جاءكم فاسق بنبأ يعني إن جاءكم مخبر فاسق بنبأ فتبينوا فهنا الوصف الوصف الموجود هنا إن جاءكم فاسق بنبأ أو إن جاءكم مخبر فاسق لكن قلنا أن الآية حذفت الموصوف وأقامت الوصف مقامه يعني صار لقب لكن يبقى البحث فيه في أنه هذا وصف وهل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم يقال أن إثبات وجوب التبيون هذا متفرع على ماذا؟ على ثبوت الوصف وهو الفسق فإذا انتفى الفسق طبعا انتفاء الفسق يعني كون الشخص عادل إذا لم يكن فاسقا فهو عادل ماذا أمران متقابلان فإذا انتفى الوصف الفسق انتفى الحكم انتفى الحكم هذا بناء على مفهوم الوصف طبعا قد يقال أنه هنا يعني هذا الاستدلال يتوقف أولا إما على أمرين أن نقول أن الوصف أن الوصف هنا دال على المفهوم مطلقا يعني أين ما جاء الوصف فإنه يدل على المفهوم لابد أن نلتزم بذلك أو نقول لا حتى لو قلنا بأن الوصف لا مفهوم له أن جملة الوصف لا مفهوم لها نلتزم هنا في هذا المورد بأن الجملة هنا الجملة الوصفية هنا دالة على المفهوم بشكل خاص يعني حتى لو تنزلنا أو قلنا بأن الوصف لا مفهوم له أو جملة الوصف لا مفهوم لها فإننا نلتزم هنا لخصوصية في المورد هذا بأن الوصف له مفهوم في هذا المورد بالذات بيان ذلك أنه كيف يكون أو ما هي هذه الخصوصية التي جعلت من الوصف الوارد في هذه الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا دالا على المفهوم حتى لو لم نقل حتى لو قلنا بأن جملة الوصف لا تدل على المفهوم هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد وآل محمد